تفاصيل مقتل عبد العزيز الزعتري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء إن لله وإن إليه راجعون مقتل ابن النادي البحري أرياضي الكويت عبد العزيز الزعتري وذلك على يد شخص مجهول الهوية أمام منزله في دولة الكويت إن لله وإن إليه راجعون وحزبنا الله ونعم الوكيل قتل الشاب الكويتي أرياضي عبد العزيز الزعتري بطل سبقات الدراجات المائية بدولة الكويت وذلك عن طريق إطلاق 12 طلقة نارية من أحد الأشخاص مما أدى إلى وفاته في الحال وهذا الخبر أشعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بدرورة القصاص من هذا القاتل والأغز بالسأر إن لله وإن إليه راجعون سألنا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان وحتى هذا الوقت لم يتم التواصل إلى قاتل الشاب الكويتي حيث وقعت حادثة القتل منذ ثلاثة أيام وحتى الآن لم يتم القبض على منفز هذه الجريمة الذي قام بقتل الشاب أمام منزله ومام عين والدته ولقد بدأت وزارة الداخلية الكويتية رحلة البحث عن القاتل منذ اليوم الأول وأوضحت مصادر مقربة من القتيل أن القتيل لم يكن لديه أي علاقة عداوة مع أي شخص وأنه كان معروف بحسن السيرة بين أهله وأصدقائه حسبنا الله نعم الوكيل في كل ظالم إن شاء الله يتم القبض على القاتل الجاني الله المنتقم الجبار أعزنا متابعين وكذا بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته